تشدد الحكومة اجراءتها الامنية مع اقتراب زيارة الاربعين وتشارك فرقة العباس عليه السلام القتالية بالتنسيق مع الجهة المختصة في حماية مداخل كربلاء لتأمين خطسير الزائرين الوافدين لتأدية مراسيم زيارة الاربعين حقيقة دأبت فرقة العباس القتالية في كل عام من شهر صفر الخير في زيارة الاربعين مشاركة بعمليات التفتيش في جميع قواطع المسئولية حيث تتوزع قواطع المسئولية بمحور بغداد وكذلك محور باتجاه بابل والمحور الثالث باتجاه محافظة النجف الأشرف كذلك زادت فرقة العباس القتالية في هذه السنة مشاركة هي المحاورة الداخلية اللي قريبة من المركز اللي راح تكون إن شاء الله النقاط اللي قرب السفينة والنقاط بشارع المؤدي إلى باب طويريج والسيطرات الأخرى إن شاء الله إنه في فد مشاركة بيها يعني إن شاء الله راح تكون ضمن عمليات التفتيش لم يقتصر عمل الفرقة على الجانب الأمني فقط بل تعددت أعمالها الخدمية بين أشر مفارس طبية في مناطق مختلفة وتهيئة أماكن ليوا ومبيت الزائرين إلى جانب نشر عجلات للأقل الزائرين وإيصالهم إلى مناطق قريبا من مناطقهم والقيام بعملية التعفير الميداني والجوي بنشر طائرات مسيرة ثم لدينا هذه الخطة عدة من قبل الفرقة لدينا أعداد تختلف عن الأعوام الماضية والغرض والغاية منها زيادة الأعداد للمشاركة في التعقيم والتعفير للزوار وكذلك المتطوعين المشاركين مع الفرقة وبشكل مستمر يعني خصوصاً المحاور الثلاثة اعتادت فرقة العباس عليه السلام القتالية على المشاركة في الخطة الأمنية للزيارات المليونية كقوة ساندة لحماية مداخل كربلا بنشر مقاتلية في الأماكن المتفق عليها مع قيادة العمليات وتيمين حركة الزائرين وتقديم الخدمات لهم